اشتركوا في القناة على ما يولونه من دعم كبير ودائما لوزارة الخارجية وتمكنها من اداء مهامها على اكمل وجه بما يسهم في توطيد علاقات مملكة البحرين مع دول العالم جاء ذلك خلال تفضل صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بافتتاح مبنى سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الايطالية الصديقة حيث اعرب معالي وزير الخارجية عن عميق تقديره لصاحب السمو الملكية ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح مبنى السفارة مؤكدا ان هذه الخطوة تعكس قوة العلاقات التنائية مع الجمهورية الايطالية الصديقة وما تشهده من تنام وتقدم على جميع الصعود ومن شأنها الاسهام في تحقيق تطلعات البلدين نحو تعزيز هذه العلاقات مما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة